ريح التالي لقناة الموريتانية قال فيه لقد استقبلني للتو أخي وصديق الرئيس محمد والشهر الغزواني ودار الحديث حول المهمة التي كلفني بها الأمين العام للأمم المتحدة التي تخص الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس تتعلق هذه المهمة بتقييم استراتيجي للأمن والتنمية بمنطقة الساحل كما أشرت بتصريحات سابقة لا تندرج مهمتي في سياق منطقة الساحل جغرافيا فحسب بل تتعلق كذلك بالوضعية الجيوسياسية في منطقة تضم العديد من البلدان المهددة بمنظمات إرهابية وإجرامية تعلق الأمر هنا ببلدان الساحل بطبيعة الحال وكذا بلدان جنوب الصحراء المجاورة لدول مجموعة الخمس وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وخليج غينيا التي تواجه كلها أو جميعها نفس التحديات التي ليس فقط على المستوى الأمني بل على المستوى المؤسسي وقضايا ذات صلة بالمناخ والتحديات الديمغرافية وتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة هذه التحديات قمنا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بتقييم هذه الاستراتيجية ووضع توصيات ومقترحات تجعل الأمور أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الجيوسياسية في فضاء الساحل وقد قدمت إلى النواق شوط لطلب دعم رئيسي الجمهورية الذي وعدني مشكورا بالقيام بما يلزم في هذا الصدد حيث يعتبر دعم مخامته ضرورة وأساسا في إنجاح هذه المهمة البالغة الأهمية بالنسبة لبلدان المنطقة والشعوبها ترجمة نانسي قنقر